hello my sweet people good morning how are you i hope everyone is good today we have a review about lesson 3 راح نسوي مراجعة عن lesson 3 اللي هو rooms اللي هو الغرف اللي هو الغرف قدنا الغرف اللي اخذناهن غرف المنزل اللي هنه bathroom bathroom شنوه الباثروم اللي هو الحمام شنو بعد اخذناه اخذنا kitchen 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 اللي هو المطبخ garden 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 الحديقة عدنا bedroom 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 اللي هو الحمام sorry غرفة النوم bedroom غرفة النوم عدناهنة 2 bedrooms bedroom غرفة النوم dining room dining room dining room هي غرفة الطعام من جاي من كلمة dinner dining room dining room غرفة الطعام و sitting room غرفة الجلوس و هنه الغرف قلناه نحفظهن حتى نحفظهن نحفظه المعنى مالتها و القراءة مالتها okay today we have a new lesson it is lesson 4 الدرسة الرابع the title of this lesson what's in your bedroom what's what يعني ماذا in your bedroom في غرفة نومك ماذا في غرفة نومك او شنو موجود بغرفة نومك قدناه كلمة جديدة كلمة next to next to next to the hot next to يعني بجوار بجوار يعني بصفة بجانبه بجوار بجانب بصفة احنا نقول فكلمة next to نقول the monkey next to the hot next to next to يعني بجوار الكلمة الجديدة الثانية هي كلمة between كلمة between 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 يعني بين اثنين between يعني بين اثنين the monkey between the hot بين قبعتين اوكي بين اثنين زيان listen to the track راح نستمع الى تسجيل and continue track 32 listen and repeat نسمع ونعيد next to next to next to next to between between the hats the hats بين اثنين the monkey is next to the hat the monkey next to the hat the monkey is between the hats the monkey between the hats بين اثنين track 34 okay good راح نكمل نكمل الحروف اول واحد قلنا next to next to يعني بجوار next to يعني بجوار يعني بصفة وبتوين بين اثنين كلماتنا الجديدة اللي هي هنكتبها بالدفتر اشان جنا نكتب الحروف انا اكتب لكم الحروف الحروف ABCD نكتب الحرف اللي هو قونتوا تكملون هذن الكلمات هستقومنا حنكتب كلمات يعني هذن الكلمات نكتبها بالدفتر على شكل أسطر ونحفظ هن نحفظ معناها يعني باوة وما يكتبونا كلمة ان فوقها في ونكملها نكتب ان 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 على شكل سطر ان فوقها المعنى ونكملها الكلمات هن ان في ان على under تحتها هذن يمغضيهن الفي ام النقطة ام الاي حرف الاي بي نقطة الفي بي نقطة الان على والاندر تحته وكلماتنا الجديدة هذن الاثنين اللي هنا next to بجانب او بجوار او بصفة وكلمة between between يعني بين اثنين اوكي هذن الشران نكتبهن نكتبهن على شكل أسطر يعني بابا واما يكتبونا كل كلمة وفوقها معناها بالعربي وحنا نظل نكمل سطر كامل أسطر على شكل أسطر نسويه بالدفتر ونحفظها طبعا حفظ هي والمعنى فنعيد ان في اون على under تحته نكتبهن بجانب او بجوار وبتوين بين اثنين نعيد ان في اون على under تحته نكتبهن بجانب بتوين بين اثنين we will listen to that song راح نسمع الى اغنية ونكمل بعد ورها الكلمات الجديدة هذا القط اسمه where is chester where is chester chester is in the box he's in it هسا chester وين in the box in يعني في البوكس في الصندوق the cat is in the box in the box where is chester الان وين chester chester is next to the box next to he's next to it بجوار بصفة the cat is next to the box بجانب next to where is chester now where chester is under the box under he's under it the cat is under the box under the box تحت where is chester chester is on top of the box on he's on top of it the cat is on top of the box على الصندوق where is chester chester is between the boxes between بين بين اثنين between in in the box في in front of the box next to the box next to بجانب او بجوار under the box under the box تحت on top of the box on between بين بين اثنين let's see how you'll be getting out of there chester see you around look at this photos ننظر الى هذه الصور كلمة under the pair under the table under تحت under 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 تحت this pair هذي الدوب اللي dress pink t-shirt اللي لابسة t-shirt وردي next to next to next to بجوار او بجانب او بصفة هي بصفة وهو بصفة next to next to next to بجوار زين under تحت under under تحت in في in in في في الصندوق between between بين اثنين between the cut is between the box between between on the box on the box on the box okay good زين راح نسوي هذاني عدنا مجموعة من الأشياء عدنا مجموعة من الأشياء this ruler هذه المساحة between between هذه المساحة between بين اثنين between بين المسطرة والقلم this rubber between the ruler and the pen هذه المساحة بين المسطرة والقلم الجاف بين بين اثنين هذه بين اثنين اوكي زين المسطرة هسه او البن next to next to next to بجوار next to next to بجوار زين هسه on on my hand على يدي on my hand هسه يدي مفتوحة زين اذا اضمها اليد اسدها in in my hand in my hand اذا اخلي هه هي تشي under under تحت under my hand اوكي انكمل هسه الكلمات هذاني حبايبي لازم احنا نكتبهم بالدفتر ونحفظ املائهم نحفظهم ومعناهم اكيد ازيه من ضمن الواجب اللي سووا جزولي اياه هذا انكمل قدنا كلمات جديدة راح نحفظهم شنه هذاني الكلمات اللي هنه wardrobe خزانة wardrobe wardrobe خزانة يعني الملابس الكنتور book book كتاب shelf shelf rough shelf rough picture صورة picture صورة picture bed سرير bed سرير lamp مصباح lamp مصباح skates حذاء التزلج اللي بتايرات skates skates cd player مشغل الاقراص cd player cd player bin سلة المهملات bin و trainers الحذاء الرياضي trainers الحذاء الرياضي انعيد wardrobe 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 book 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 shelf 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 picture 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 bed bed lamp lump skates 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 cd player cd player bin bin trainers trainers ok good حبايبي اللي واجب اللي واجب مالتنا الكلمات هذاني تكتف في التفتر مع المعاني ونسويها على شكل أسطر ونحفظهن هنه والمعنى هذان الكلمات الجديدة مالتنا بس نحفظ القراءة مالتهم bed picture shelf وهكذا now we will do the activity book هس الان راح نسوي كتاب الكراس بكتاب الكراس قدنا كلمات هذان الكلمات اللي هي books اللي هي كتب lamp مصباح picture صورة على يحب ذا انه انترجم وهن تكتبون المعاني بالعربي حتى تعرفون bed سرير wardrobe خزانة 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 او rough او cantormel بلابس خزانة خزانة وعدنا cd player مشغل الاقراس وعدنا trainers حذاء رياضي و shell rough هذا التمرين الاول شنسوي انعيد هي الكلمات بالفاتح انعيد ونتهجة l a la m lamp احنا ونكتب نتهجة lamp p lamp شنو صارت الكلمة صارت lamp شنو يعني lamp مصباح book b o bo و o ثانية هم يظل o تنقري o وحدة bo k book s box صارت box شنو معنات box كتب فالطوخوها وتو الطوخون تتهجون يا حبايبي حتى تتقوى قراءتكم تتهجون وتقولون المعنى مالتها نجهنانا picture b sorry c صوتك bec t u تنقري check picture r picture e بالنهاية متل لفظ sign picture bed b e b d bed شنو يعني بد سعير وحكذا تكملون كل الكلمات حبايبي الحلوين نجي هنا هنه نفس هنه الكلمات اللي طوخناهن رح يقولكم تجيبوهن وخلوهن هنا بالصورة بالصورة يعني هذي صورة شنو صورة wardrobe هاي كلمة wardrobe ونجيبها من نكتبها هنا هذي شنو هذا shelf rough هذا نجيبها نكتبها هاي شنو picture قبل ما نحلة طبعا لازم احنا حفظناهن الكلمات من الكتاب هنا احنا المفروض حفظناهن حتى نعرف شنو هذني هذي picture نجيبها picture ننقلها نكتبها هنا lamp مصباح bed سرير cd player مشغل الأقراص و trainers حذاء رياضي اذن هذا نطوخه ونكتب المعاني وياه ونتهجه واحنا نكتب مو بس نطوخ هذا نجيب الكلمات نجيبها نخليهن هنا حسب الصور نكمل عدنا هنا مجموعة من الأشياء يقول لك استخدمني حروف الجار هذني حفظتهم مال in و on يقول لك the lamp المصباح is the wardrobe هاي الخزانة وهذا المصباح المصباح وين في on low in low under low between اتو لازم حفظتوا المعاني فالمصباح on the wardrobe على الخزانة باوع فوقها زين نكمل عدنا the bed the pair الدب the pair وين الدب هي هات الدب شبيه ال pair الدب the bathroom الحمام فهو الان راحة كتبناها في الحمام شنو فيه اين يصير الدب في الحمام the pair is in the bathroom the chair هاذا الكرسي وهاذي table الكرسي شبيه بالنسبة next to بجوار بصفة نجح الخزانة هاذي الخزانة الثانية is bed سرير والديسك الرحلة المنضادة فهو between بين اثنين بين هاي بين هاي وبين هاي فهو between بين يعني بين اثنين آخر تمرين الرابع هذن الكلمات راح نحوط يعني هاي كلمة wardrobe هياتة نخلي do where shelf shelf rough هياتة نحوط الwindow الشباك هذي window lamp مصباح هذي lamp bed door واجبات حبايب كالتالي اول شي هذن حروف الجر هذا دفترنا بالجاف بابا او ماما يكتب اني هاي الكلمات عدنا in في on على under تحت وnext to بجانب او جوار وبتوين بين اثنين مكتب اني يا هبابا او ماما بالجاف وياه المعاني بالعربين سويها على شكل اسطر 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 واحنا نكتب نتهجة وبعد احسن نضمها للكلمة نضمها ونعيد نضمها ونعيد حتى تنحفظ هذن الكلمات نكتبهن بالدفتر ونكملهن على شكل اسطر شلون احنا متعودين الحروف وبعد شنو هاي سوينا هذن الواجب بالدفتر بعد شنو عدنا هذن الكلمات نحفظهن كلماتنا الجديدات هذن wardrobe book lamp bed هذن كل هن الكلمات نحفظهن شنو مصباح lamp شنو سرير bed شنو صورة picture زين الكراس شنسوي له نحل نحل هذن ونحل نتهجان ونكتب المعاني هذن نحل هن نجيب الكلمات عالصورة الصحيحة هذن نستخدم حروف الجر انه on وunder وهذن نحوطهن والاهم شي اهم شي حبايبي تسوون الواجبات تسوون هذا بالدفتر على شكل اسطر وتكملوه ودو الزوليا وتحلون activity الكراس ودو الزوليا كل الواجبات استووا ودو الزوليا حتى اخليكم مشاركة يومية لانه هذه المشاركة اليومية هذه عليها درجة يا حبايبي الحلوين اوكي thank you my sweet people and goodbye bye